بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أحباه أحبتي اليوم من دانا إن شاء الله تطبيقين أول تطبيق هو سنوب سنتش هذا التطبيق منستو الحلوة والمفيدة أنه يكشف لك النظام اللي شغال عندك هل في مثلا مشاكل هل في مثلا تغيرات أمنية موجودة في نظام أندرويد لم يتم مثلا عمل رقع أمنية لها أو مثلا لم يتم تصحيحها طبعا هذا التطبيق هو مفتوح المصدر ومشروع مفتوح أصلا إصداره كان في بداية تقريبا ممكن 2015 2014 كان موجود أول على الأنظمة القديمة وكان أصلا ما يشتغل إلا إذا كان في مثلا ركواير روت أو مثلا الجهاز حقك أو تبعك يحتوي على روت طبعا لما تبتح واجهة التطبيق رح تلقي عندك في أشياء كثيرة أحنا ما رح نتطرق لها أصلا لأن الجهاز علشان يشتغل التطبيق بكامل القدرات الموجودة فيه ويحتاج إلى مثلا يكون في جهازك روت طبعا في عندك أول خيار اللي هو الاندرويد باتش ليفل أنيليسيس مثلا هو يحلل نظام نظام الاندرويد عندك في جهازك ويظهر لك مثلا الثغرات اللي تم إقفالها واللي تم ترقيعها واللي لم يتم إقفالها وأيضا اللي أصبحت قديمة وأيضا في الجزء الثاني نلقى هنا خيار اسمه النيتوورت سيكورتي النيتوورت سيكورتي هذا طبعا عشان يشتغل يحتاج إلى روت وعندك طبعا في الثالث رح تلقى فيه خيار أو مثلا إنفوغرافيك للشبكات ويبيلك هنا مثلا قدرة انتحال بعض الأشخاص اللي برج معين من الشبكة مثلا أو مثلا عدم القدرة لانتحال البرج هذا يعني هذا البرج اللي انت تشتغل عليه هل هو محمي أو غير محمي لو تلاحظ إنه عندك بس 2G و 3G بس لأنه خلاص أصبحت يعني شسمه الأبراج أصبحت متطورة أصبحت يعني قليل جدا في دول كثير من العالم تلقى مثلا برج يشتغل مثلا بجي بي آر اس مثلا أو مثلا تلقى برج يشتغل مثلا بجي اس ام وان طبعا خلاص هذه أصبحت قديمة طيب قبل الأخير بتلقى في حاجة يعني مضببة كذا أو عليها ضباب مكتوب عليها اسم اس اند اس اس سابن اتاك وعندك آخر حاجة اللي هي امزي او امزي كاتشر امزي كاتشر هو عبارة عن جهاز تشتري الدول مثلا والشركات علشان يصلحون جاء اش اسمه برج وهمي فبالتالي الناس لما يتصلون بالبرج يتصلون بهذا النظام فيتم عليه يعني فتتم عليه عملية التجسس طبعا هذا التطبيق أوضعوه ناس كثيرين يعني ذول الناس اللي مهتمين بالخصوصية والبرايفز بشكل كبير حتى انه يجعلك لديك القدرة انك تعرف هل مثلا هذا او مثلا هذا البرج اللي انت متصل فيه هل فيه امكانية انه احد ينتحلو مثلا لانه معروف في الامن السبراني فيه امكانية حاجة يسمونها او مثلا عمل برج وهمي او محطة اتقيد لو فيه كثير ينشافوا من سلسل مستر روبت راح يشوفون ممكن فيه حلقة مختصة بهذا الموضوع انا والله ما متابعة البرنامج مسلسل انه كثير من الاصدقاء يقول انه فيه يعني مقاطع مخلة وكذا فانا ما تعجبني هذه الامور لكن فيه حلقة من الحلقات عرضها شخص يسمى ديفيد بامبل عنده قناعة اليوتيوب وحللوا الحلقة كاملها يعني فيه نقطة احب انوه عليها انه مسلسل مستر روبت يعني هم استعانوا اصلا ببراع في الامن السبراني حتى انهن يضعون هذا المسلسل المهمة علينا هذه الخيارات كلها احنا ما راح نستفيد منها الا اذا كان عندك مثلا الروت طبعا الامزي كاتشر والاس اس اس 7 اتاك اللي هي هذه الثغرة هذه تم يقفالها خلي اي واحد مثلا يضحك عليك يقول لك انا اقدر يهاجمك مثلا عن طريق البرج خلاص هذه الامور اصبحت قديمة وعندنا اخر شي هنا لما تلاحظ كتابة صغيرة مكتوبة نتورك تست ان اتاك دي تكتين ركواير روت يعني يحتاج روت اللي يهمنا احنا انه كيف اصلا نفحص التطبيق ايش اسمه النظام عندنا ونشوف هل في مثلا هل في ثغرات تم يقفالها او لا طبعا هذا النظام اللي انا دح انشغال عليه هذا الهاتف اللي انا انشغال عليه يشتغل بنظام اندرويد 11 طبعا خلاص ما عند فيه اي تحديث قادم لان الشركة وقفت تحديثات فيه باقي ممكن راح تقريبا سنتين تزلوا تحديثات ربع سنوية على مثلا اذا كان فيه ثغرات راح يكلها لو نلاحظ هنا عندنا في ايش اسمه نتائج البحث لاحظ هنا عندنا كله اخضر اخضر يعني باتش انه تم اقفالها وعندنا وحده نت افكت يعني غير ظارة وهذه كانت في تاريخ اه 11 عشرين عشرين على اول ما نزل النظام اندرويد 11 احنا اليوم كم تقريبين 23 هذه الثغرة يعني غير ظارة انه خلاص تم اقفالها ولو تلاحظ مثلا لو تلاحظ هنا انه ايش اسمه باقي الاشهر اللي تم فيها اصدارات التحديد كلها مقفلة لاحظ عندك مقفلة 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 لحد تقريبا بس 22 شهر 11 خلاص هذا تعتبر يعني اخر اخر سيكيروتي باتش اصدروها الشركة لهذا النظام طيب انت كمستخدم ايش تستفيد من هذا الحركة او ايش تستفيد من هذا البرنامج طبعا اذا كان انت تستخدم نظام اندرويد مثلا على اجهزة قديمة مثلا سبعة ثمانية تسعة روح نجرب ذحن بعد هذا سبعة ونشوف الثغرات اللي موجودة فيه انت ممكن انك تعرض نفسك للخطر فانت امام حلين الحل الاول من انك تستبدل نظام التشغيل تبعك وتسوي له مثلا روم كاستمر او مثلا تسوي مثلا روم مطبوخ مثلا او يعني او مثلا روم معدل وتعدله لاخر اصدار يكون مثلا اي اس بي او او مثلا اندرويد اوبين سورس سيستيم او انك مثلا تشتريه لك جهاز جديد حتى لو كان سعره رخيص اهم شي يكون نظامه يعني اندرويد ثلاثة عشر اندرويد مثلا اثنائعاش مثلا مو مشكلة اهداعاش مو مشكلة لكن اذا كان من مثلا من عشرة والتحت فان انصحك انك تغيره طيب هذا التطبيق قبل بس ما نروح اه نوريكم كيف تحملونه لازم اوريكم مثلا هاتف قديم طيب نكمل الان هذا الان هاتف اسمه الينوفوكينو الثمانية قديم هذا الاشي اسمه اه هذا الهاتف حتى نظام تشغيل حقه لو نشوف هنا النظام رح نلقى اه تينو هنا نظام اه معلومات تنظيمية لمح على الهاتف رح نلقى انو اه نظام اخر اخر تصحيح كان في عام 2018 وهو يعتبر يعني نظام قديم تمام خلينا الان نفحصه بالاشي اسمه بالتطبيق اه سنوب سناتش ونشوف ايش ممكن رح يحصلها اه هذا هو التطبيق نعمل اه وا نقل له اه نقل له اه نقل له ستارت اه يحتاج شبكة ما علي نجح نشغله الشبكة رح نشغل الشبكة ايو الان تمام معنا الان نسوي له start ونشوف ونشوف الان الاساس اللي طلعت لنا التحليلات اللي طلعت لنا احيانا ياخذ وقت ممكن ما بين اه خمس دقائق ثلاث دقائق على حسب مثلا سرعة اتصالك في الانترنت ولا حسب سرعة جهازك هذا الجهاز قديم جدا ننتظره بس اللي ان يخلص ممكن ان اوقف الفيديو الان ما يخلص ونشوف خلص التحليل وشوف النتاع عندي اكين اقل لك او الاشي اسمه التغرات اللي تم اقفالها ثلاثة ثلاثين اللي مثلا ما تم اقفالها عندنا ثنتين تمام واللي مثلا اكثر كلام بها دي برضو تم اقفالها ولكنها يعني زي ما تقول اه ما زالت يحتوي على ثغرات اكثر فلاحظ هنا لاحظ هنا عندك الاشي اسمه الخيار البرتقالي هنا معناته ان الجهاز مليان ثغرات امنية وهذا يعتبر خطر بالنسبة لك كمستخدم شخص عادي مثلا يستخدم جهاز مليان ثغرات امنية لو نلاحظ هنا عندنا احدث ثغرات كانت في عام الفين وسبعة عاش وهي عبارة عن روموت كود استنشن ان ميديا فريمورك يعني مثلا يعني بشكل بسيط بس اشرحها لك ومثلا يرسل لك مثلا فيديو هذا الفيديو يحتوي مثلا عن تروجان وظيفة مثلا هذا التروجان بايلود فبالتالي يقدر يسوي روموت اكسس على على جهازك فبالتالي يقدر يعقم مثلا اش اسمه اه بعض البرمجيات الخبيثة في مثلا في الستوديو او في الصور او في الملفات او من هذه الامور كلها تمام ايضا عندك مثلا اه احضر بس اه ايضا او بديع عليك اقول جهاز قديم اه ايضا عندنا هنا اه اش اسمه ثغرات اه اللي هي بالنون البرتقالي روموت برضو اه اه اكستنشن اه طبعا هذه كلها في الميديا فريمورك طبعا ام جهاز يعني يكون مليان 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 ثغرات فبالتالي انت لما يكون نظامك قديم فانت حاول انك يعني تغير اما انك تركب نظام تحديد جديد او تحاول انك ايش اسمه اه تغير لك جهاز لانه لما يكون نظام تشغيل عندك اه قديم يكون ضغرة مليان بالثغرات في بعضها متقفلا في بعضها تقفلا في بعضها اصلا ما اه لن يتم اقفالها لانها خلاص اصبحت قديمة وشركة اه اش اسمه اه شركة جوجل او مثلا اه اي شركة ثانية تشغل مثلا هواتف في نظام اندرويد هي ما هي مجبرة انها يعني ترجع تحدث اه اش اسمه هواتف لها اكثر من خمس سنوات او لها اكثر من عشر سنوات لانه تكلف عليها تكلف على الخواديم تكلف على هذه الامور كلها طيب الان فلصنا في حصن الجهازين شفنا الفرق بين الجهاز مثلا اندرويد نظام هداع الشغال واش اسمه اه 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 هاتف يحتوي على نظام اندرويد سبعة مليان بالثغرات اه لم يتم اقفالها طيب من فان انا احمل هذا التطبيق التطبيق حقيقة موجود على لهم صفحة الانترنت اسمها سنوب شات ولهم ايضا صفحة اسمها هتي بي سي سين كوفينج هذا اعتقد مختصة بالامن السبراني وايضا تطيق موجود على اش اسمه جوجل بلاي وموجود ايضا على اف درويد راح احط لكم رابط كلها في الصندوق الوصف انتقلي تطبيق ثاني يسمى اه يورا الكلينر وهذا وظيفته جدا ممتازة وعتقد انه راح يفيدك كثير هو ما يفحص لك مثلا البرامج ما يفحص من جهاز لكن فيه له وظيفة جهارية انا وهي مثلا فان نفرض مثلا تمام انا مثلا احجاني او ارسل لي رابط حلو ها يعني كثير من المواقع العربية حتى الاجنبية بس العربية اكترا شيء يرسل لك رابط تمام في هذا الرابط يحط لك سبعين الف متتبع فبالتالي انت لما تفتح من رابط هذا يفتح لك صفحة 2345 وبعدين يدخلك على صفحة رئيسية ميزة هذا تطبيق من اسمه ذا يورا الكلينر ينظف الرابط هذا اللي انت مثلا تبغى تستخدمه او تبغى تشاركه مع احد وفي نفس الوقت الرابط اللي يجيك من اي احد انت تقدر تسوي له مثلا وبعدين تستفيد منه طبعا لما تفتح التطبيق واجهة التطبيق زي كذا تلغط مثلا هنا فان نفرض مثلا انا بحنا عندي هذا اش اسمه رابط جي اسم ارين انا اقول له مثلا اه سوي لي استخرج لبس الرابط تمام وبعدين عندك هنا خيارات تقول لك اذا كانت تبغى تسوي له شير مثلا تشاركه مع اي شخص وترسله مثلا عن طريق واساب عن طريق اي تطبيقات ثانية عن طريق ليوتب مع اي حاجة او مثلا تقول له كوبي بس اه انسخلي هذا الرابط وحطه مثلا في اه في النوتة او مثلا تقول له او بينت خلاص وهو لما يفتحه يفتح لك الرابط نظيف يعني من غير الحاجات والبلاوي هذه كلها هذه شغلته جدا بسيطة ايضا من اه في الاعدادات راح تلاحظ هنا حاجتين اول شي اه 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 سنتزايزر او مثلا التحليل ما هي الروابط او مثلا العناكب اللي موجودة على الانترنت اللي تجمع ذي المعلومات من الروابط تمام اللي في الانترنت اللي تجيب المعلومات من الروابط تمام فيبدأ يحللها من واحد من هذه وهنا عندك اي شي اسمه تبع التطبيق هذا على اي مثلا سيرتيفايت هو يشتغل عندك شهادات كثيرة فبالتالي التطبيق جدا رائع ايضا من خيار الاعدادات ممكن انك تقول له طبعا هنا عندك انت تلغي ما ما ندعي تشغله اه عندك الاكشن افتر كلين بعد ما ينظف لك الرابط انت تختار تقول له يعني ايش تبغى يسوي تبغى مثلا لا تفعل اي حاجة ولا مثلا اه افتح لي مثلا قائمة المشاركة حتى اني اختار التطبيق واسوي له مثلا او مثلا تقول له او مثلا اه انسخوا لي في الحافظة طيب انا مثلا الان افتح اليوتيوب مثلا اشوف لي ذحن اي رابط مثلا فنفرض له هذا ابغى اسوي له مثلا مشاركة تمام اروح مثلا المزايا اه المزيد او المزايا وافتح اه اه يرى الكلينر الان هنا اقول له اه اش اسمه اه انسقوا للاش اسمه للتطبيق تمام خلاص الان التطبيق عندي اصبح لاحظ هنا عندك يوتيوب اه والاسم كان طويل شيرد وفيتشر شيرد مبراه الرابط بعد التنظيف اصبح اه هذا كلينر اصبح نظيف تمام اقول له مثلا شير مثلا تمام اه مثلا اه احفظوا لي في النوت لاحظ هنا عندك حفظوه لك في النوت اذا التطبيق جدا رائع وبسيط ومهم وانا اعتقد ان المفروض كل شخص يستخدمه لانه ينظف لك الرواط لان حينا يعني تصلك رواط من الاشخاص ما يخافون الله اما رابط ملغوم اما رابط في عشرين الف طفحة تضغطها اما رابط في وفي اما رابط في وفي فهذه التطبيقين البسيطة اه التطبيق الاول اسمه اه سنوب سنوشت اه هذا التطبيق وظيفته اش اسمه وظيفته انه يبحث الجهاز اذا كانت فيه مثلا صغرات امنية او مثلا لم يتم اقصالها اه التطبيق الاول موجود على المتجر وموجود على الاف درويد لكن المزايا اللي انت تاخذها من الاف درويد او مثلا من الصفحة الرئيسية تختلف عن المزايا الموجودة في المتجر اه التطبيق الثاني زي ما قلنا اللي هو الاش اسمه او منظفة طبعا موجود برضو على اش اسمه جوجل بلاي وموجود ايضا على الاف درويد ولو صفحة ايضا موجودة على اه اذا كان انت تبغى تحمله من اي مكان فارحط لك الروابط كلها اه تحت في صندوق الوصف هذا اللي كان عندنا اليوم يعني ختاما ونهايتا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته